تودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودود من ميديم لميديم تاني وبصوا احنا كنا بيقول من شوية الفكرة انا بشوف تمالي ان اصعب حاجة في اي عمل في الدنيا هي الفكرة اللي وراء انا لقيت الفكرة الباقي بقى مش سهل بس مفهوم هي الفكرة دي هي المفهوم الفكرة هتديلك ازاي لو انت مش عقل منتضرب لو انت عقل عنده ويرين كتير قوي عشان تحطها تشوفها من جميع القوالب من سكك مختلفة فتقدر تقسها تهيز جودتها كمان شوف كل ما كنت شفت بلاد كتيرة اتعلمت لغات اكتر سمعت مازيكا اكتر شفت ناس مختلفين اكتر ده معناه انك عيشت اكتر عقلك وسع كده كيبر كده وبقى عنده ريسابترز اكتر وبقيت مؤهل مؤهل انك تعرف تتونين لفكرة بشكل قدق واسرع يا رب اكونوا ملتقى بطريقة سهلة لانه زي ما بقولك الفكرة موجودة الفكرة موجودة هي عدم استنياك انت بس تتونين تتزبط زي الراديو كده تزبط على المحطة وتلاقيها لو انت ما عندكش الريسابتر القوي اللي هيوصل ده مش هتعرف تلاقيها بسهولة الريسابترز ده هيتوجد زي فعالك كده انا كان نحظي ان انا اتدبست في كلية الهندسة دي بس وانا في الدبوس ده اتعلمت حاجات مفيدة جدد من غير ما اقصد من غير ما اطلبها يعني من غير ما اسعلها ولقتك بالمزيكة بقى بدأت بدأت بشيء من قبل من بدري من وانا طفلة من وانا طفل خالص من وانا اربع سنين خمس سنين كنت في بيت في مزيكة وكانوا حارسين على انهم يعلمونك مزيكة بص ابوها اللي ارحمه كان ضبط بحرية بس خد بالك ده الجيل اللي كان البيانو موجود في البيت مع الجهاز مع البيانو والمكتبة بيانو والمكتبة ومفيش طابلو محطوط على البتاعة كان الفقه الا لما تسدت البيت اللي عملا بقيدها بحقيقة ايوة وكان عادي عادي ان البنات تلبس فستان امهاية اللي مفصله لها بحقيقة ده مش رديق ذات الحاجات ده الناس كانت بتتباها بقدرتها لانها ده عملا بقيدها حاجات بتصنع بنفسها فابويها ده بقى حاجة عجيبة جدا كان بحب المزيكة جدا وكان بيعزف بشكل بدائي كده لكن كان موصل جيد للمزيكة يعني يسمع غنو المكاسوم يوم يعزفة وكان كل الناس بيحكولي وهو ان هو كان بيعزف كامانجا انا عوري ما شفته بيعزف كامانجا دي خالص يعني ان هو بطل قبل ما اتولد كامانجا قال على فكرة معقدة جدا مش سهل يعني تبقى هاوي وتعزف كامانجا كده لما تعوز كامان اشيء صعب اه لا صعب جدا جدا بيتعلموها هم اطفال ويعودوا محتاجة اسمها ايه دي اه مواصبة وتمرين اه مؤلمة جدا يعني لكن هو يعني هو اللي جرب لوحده معرفش عامل كده ازاي خالص بس ما شفتوش لا ابوه جدي بقى ده جدي بقى انا ما هلابدوش خالص جدي ده برضو كان راجل تاجر كده ومعرفش ايه بتاع بس برضو كان من نوع اللي بعد الغداء ساعة العصاري كده ينزل العود وكان عند عود كده اه براشس جدا فعلي جاي له هداية من هو كان بيقول انه جاي له هداية من فريد لاترش يعني طبعا مفيش اي يعني اسباتات على الكلام ده لكن كان في لقود وكان هو يعضي دندن للي موجودين ويغنوا لو في حد حافظ حاجة يقولها يبقى ده حاجات موجودة في الجينات برضو طالما تتورس من جيل لجيل دي حاجة يعني حب المازيكة ده اكيد ده موجود في جيناتك انا مؤمن جدا من ان جينات اه شيء اساسي في الفن بالذات هو معلم وفي تعلقك بالفن هو معلمنيش المازيكة وعرفني عليها لا هو التعليق منه هو انك ان الاهل عرضوا ولادهم لبيئة تخليهم يحبوا او ما يحبوش في ناس ما بتعرض لهم مش حاجة خالص ما بيشوفوش ده فهنو عرضك للمازيكة وفي بيانو وكان بيلعب دي ده طبعا شيء لا لا انا اصد هو معرضنيش لده هو عرفني عليه وعلمني يا عزيف عشان خاطر ابقى مختلف لا ده هو عمل كده عشان ده جزء من الحياة عشان لان في مازيكة ولازم تحبها وده شيء جميل ولما هتبقى مهندس بتحب المازيكة حيب شيء جميل يعني عنده قناعة دي عم ليه